بمقار وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة جرى استقبال شباب مغاربة تألقوا في مسابقات دولية حول الذكاء الاصطناعية والشركات الناشئة ورقمنة اليوم سنستقبل شباب مغاربة لتفوق في مجال رقمنة على صعيد عالمي هذا تبين للمغرب عنده قدرات ومؤهلات كبيرة في هذا المجال نحن في الوزارة دينا تندعمها الشباب وفخور بهم جدا وقد تم استقبال كل من الفريق الفائز بجائزة ناسا دولية لتطبيقات الفضاء لعام 2021 في قطاع الاتصال العالمي في مجال الفضاء والفريق الفائز بالمرتبة الأولى في تحدي إفريقيا لإنترنت الأشياء وكذا الفريق الفائز بالمرتبة الثارثة في نهائي نفس المسبقة هذا العام كنا في منافسة مع 2018 مشروع ودزنات لجهة المراحل وفي المرحلة الأخيرة قدرنا نحصل على واحد من عشرة الألقاب وهو لقب اتصال العالمي ويهدف هذا الاستقبال إلى تحفيز الشباب على الابتكار والإبداع وتشجيعهم على المبادرة والتمييز في مختلف المجالات لا سيما في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وتعزيز التنمية المستدامة ترجمة نانسي قنقر